العلماء قالوا وقسم ربنا سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته ولا يقسم إلا بعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم أما بالنسبة للمخلوق فليس له حق إلا أن يقسم في الحدود الشرعية إما أن يقسم بالله عز وجل أو بكتابه أو بإسم من أسمائه أو صفة من صفاته كان يقول لا والله مثلا أو يقول ورب الكعبة ده كل قسم مشروع أما الحلف بغير هذه الأشياء المشروعة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأبنائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فالمشروع للإنسان إنه يحلف بالأشياء التي ذكرناها ولا يحلف دائماً إلا للضرورة إلا لشيء يعني ضرورة إلا ما كان يجري مجرى اللسان من لغو اليمين أنه ربنا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لغو اليمين كأن يقول المرء لا والله بلى والله الحلف اللي يكون في اللسان من غير قصد إنسان بيحلف من غير ما يكسد لا والله أيها الله من غير ما يكسد تلقاه في اللسان دائماً لكن أما كثرة الحلف فإنه منهي عنه في الشرع هذه فوائد من هذه الجزئية فلا أقسم بمواقع النجوم قال العلماء أي مواقع النجوم في السماء وهذه المواقع مواقع عظيمة جداً بدليل الآية التي بعدها ربنا بعدها قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم أي لو تعلمون فإن هذا القسم قسم عظيم أي القسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم هذا هو المقسم عليه المقسم به مواقع النجوم والمقسم عليه هذا القرآن العظيم وهذا القرآن يعني له شرف وله مكانة عالية ولو تمسكت الأمة الإسلامية بهذا الكتاب العظيم وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلحت أحوالها في الدنيا وفي الآخرة لكن المشكلة المشكلة أنه يظهر في آخر الزمان أقوام يقرؤون القرآن يقرؤونه ربا كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قال يقرؤون القرآن والقرآن يلعنهم والعياذ بالله وصح الحديث أن في آخر الزمان أكثر أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها هذا ما يعني إن الإنسان ما يقرأ القرآن أو ما يحفظ القرآن لا ده أمر طيب حفظ القرآن أمر طيب وقراءة القرآن أمر طيب لأن القرآن كلام الله عز وجل ومن أحسن من الله قيل ما في كلام أحسن من كلام الله عز وجل وربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته أي لرأيت الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله فلكن الإشكال إن الإنسان يقرأ القرآن لكن لا يقيم حدوده لا يقيم حدود القرآن تجد مثلا يحفظ آيات غض البصر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وتلقاه ما يغض بصره يعاين اليوم كله بعاين في المحرمات هذا ما عمل بحدود القرآن ولو كان يحفظه من أوله إلى آخره لكن ما عمل بالحدود فلابد بالعمل بحدود هذا القرآن نسلو التزمت بما في كتاب الله عز وجل من حدود شرعية لأن نجونا في الدنيا وفي الآخر والقرآن كيف كان الصحابة يتعاملون مع هذا القرآن جاء في موطع الإمام مالك عليه رحمة الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا لا نتجاوز العشر آيات جاء الصحابة كم يتعاملوا كيف مع القرآن كنا لا نتجاوز عشر آيات قال نحفظها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتعلمها ونعمل بها ونعلمها إلى أهلنا ثم نأخذ العشر التي بعدها قال فتعلمنا العلم والعمل معه صحابة كانوا بانتهجوا هذا المنهج ما في خلاوي زمان وده ما معنات واحد يقول لك أيوان مولانا عنده رأي في الخلوة لا القصة ما جدا لكن ده أرى وريك إنه زمان مسألة إنه تخش لك خلوة وتأخذ سنتين وتجي مارك عبارة عن كسد مسجل متى ما شغلوك تشتغل وقفوك تقيف لكن لو سئلت من أبسط الآيات ما معناها تلقاوا ما بيعرف والغريب إنه وهذا في كثير من مساجد المسلمين حفظ لكتاب الله عز وجل يعادون دعوة التوحيد تلقاوا حافظ كلام الله ويحفظ قول الله عز وجل وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها تلقا حفظ الآية يمنع المسجد يمنع الدعوة في المسجد قل لك لا إحنا كلام هنا ما دايرين يا مولانا كلام هنا وإن في بيتكم لا طيب وإن في بيت الله تبارك وتعالى طيب ده ما بيت الله وربنا في سرطة البقرة قال وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مرة واحد في قرى قرية من قرى الجزيرة مشينا وتكلمنا في التوحيد بصورة واضحة ونهينا عن الشرك فقام الإمام وكان حافظا الإمام حافظ لكتاب الله قام قال ما تتكلموا أنا قلت لها مولانا جبت له الآية من سرطة البقرة قلت لها أخي نحسب إنك زول تحفظ قرآن وكذا قال نعم قلت لها الله قال كده جبت له الآية وقلت له يا أخي ده البيت ده بيت الله قال لي لا 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 الجامعة ده حقنا نحن يا زول قال لي حقنا نحن وأن نحن ما داري فيه أي كلام سبحان الله هذا حافظ لكتاب الله عزوية ويمنع مساجد الله تبارك وتعالى والعياذ بالله فلابد من العمل بمقتضى الأحكام الشرعية الموجودة في كتاب الله تبارك وتعالى فربنا قال وإنه لقرآن كريم أي هذا القرآن مكرم وثم قال الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون العلم اختلفوا في هذه الآية في كتاب مكنون يساق الله خير في كتاب مكنون أي هذا القرآن في كتاب مكنون والكتاب المكنون هو الكتاب المحفوظ لأن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ زي ما ربنا قال في لوح محفوظ هذا القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ فوق السماوات السبع ثم قال لا يمسوا أي هذا القرآن إلا المطهرون العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية قال بعضهم أي لا يمس هذا القرآن الذي هو عند الله تبارك وتعالى إلا المطهرون أي من الملائكة وهم الملائكة المقربون وبعضهم قال لا يمسه إلا المطهرون أي هذا القرآن لا يمسه ويتذوق طعمه إلا قلب طاهر دمعنا من المعاني لا يمسه أي هذا القرآن إلا المطهرون لأن القرآن زي ما ربنا قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هذا القرآن ما بينتفع به أي إنسان هو فيه نفع لكن ما ينتفع به أي إنسان لذلك قال لا يمسه إلا المطهرون إلا من كان قلبه طاهر وهذا الكلام ذكره ابن القيم وغيره من العلماء وقال بعضهم لا يمسه إلا المطهرون أي المطهرون من الحدث الأصغر والأكبر من الحدث الأصغر والأكبر ونقل ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره حديث محمد ابن أبي بكر ابن حزب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن لا يمس وأن لا يمس القرآن إلا طاهر أن لا يمس القرآن إلا طاهر وجاء في البخاري من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار لأن الكفار نجس كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفار لأنه لا يمس إلا إلا المطهرون وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم في إن هذا القرآن ممكن يمس إنسان يعني ليس عليه حدث أصغر الحدث الأكبر فيما أعلم والله أعلم ما فيه خلاف إن الإنسان إذا أحدث حدثا أكبر الجناب مثلا إنسان جنب أو المرأة الحائط ديل قول واحد إنه ما يمس القرآن ما يمس القرآن الذي عليه جناب وكذلك المرأة الحائط أما الحدث الأصغر هو إذا ما كان مسلا متوضي العلماء اختلفوا في هذا ولعل القول الراجح والله أعلم إن الإنسان ما يمس القرآن إلا إذا كان طاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر طيب قال لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين يعني هذا القرآن الكريم منزل من رب العالمين الله تبارك وتعالى زي ما ربنا قال في آيات كثيرة حاميم تنزيل من رب العالمين وقال تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وفي آية من الله العزيز العليم في آيات كثيرة جدا كلها تدل على أن هذا القرآن منزل من 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 الله هناك في سورة شعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة كل هذه الآيات تدل على أن القرآن منزل من من؟ من الله تبارك وتعالى وهذه الآية دليل على عقيدة راسخة من عقائد المسلمين ظل فيها خلق لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى ألا وهي أن الله عز وجل في العلو المطلق بذاته تبارك وتعالى ليه يا أخوانا؟ لأن ربنا قال تنزيل من من؟ من رب العالمين التنزيل عقلا وشرعا لا يمكن إلا يكون من وين؟ من فوق لي تعد ولا ما كده يا أخوانا؟ الآن لو سمعتك كلمة التنزيل أو نزل لا يمكن يخطر على بالك إلا أن الشيء من وين لي وين؟ من فوق لي تعد إطلاقا التنزيل دي تنزيل ما بتكون من تعد ذي فوق ولا بتكون بالجنبات أصلا تنزيل من فوق لي تعد نزل يعني من فوق لي تعد وربنا قال تنزيل هذا القرآن نزل من وين؟ من رب العالمين معنات من فوق لي وين؟ لي تعد من الله تبارك وتعالى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ودعا غدت المسلمين وللأسف الشديد الليلة تلقى ناس كتار يجادلون في الله بغير علم يقول لك يا مولانا الله ما فوق يقول لك طيب وين؟ يقول لك في كل مكان ألقال لك من في كل مكان؟ يقول لك ربنا قال وهو معكم أينما كنتم يا مولانا طيب اتبع الآية فهي ما غلط لكن ده ما معناك مش وهو معكم أينما كنتم يعني في أي محل لأنه يا أخوانا لو التزمنا الكلام ده لو التزمنا هذا التفسير الباطل لوصفنا الله عز وجل بصفات نقص والعياذ بالله هل تتصور إن الله عز وجل يكون معك في الحمام والعياذ بالله؟ في ذلك بتصور كلام ده إذا؟ لو التزمنا هذا التفسير ما قال وهو معكم أينما كنتم معنات في كل مكان مشكلة؟ طيب الحمام مكان ألا ما مكان؟ مكان ويتقلت الله في كل مكان هل تقول إن الله في الحمام عياذا بالله لو قلت الكلام ده تكفر جملة وتفصيلا ولا ما كده يا أخوان لأنه وصف الله عز وجل بصفة نقص لا تليق بالله عز وجل لا يمكن يا أخوانا ربنا يكون في الحمام أو في السوق مع الناس أو في كل مكان هذا كلام باطل لا يقول به إلا من كان في قلبه مرض والعياذ بالله لكن المعنى الصحيح وهو معكم أينما كنتم أي محيط بكم في كل مكان يعلم سركم وجهركم الله عز وجل في العلو لكن بيعلم أي شيء أي شيء يعلمه الله عز وجل زي ما ربنا قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما هنا إسم وصول تفيد العموم يعني أي شيء في البر وأي شيء في البحر يعلمه الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمه إخوانا شب بالله شجر ده قدر شنو الشجر بتاع الدنيا في زول بيعرف عدده ما في والله أي ورقة تقع كان بتاعة نيمة ولا بتاعة جوافة ولا غيرها أي ورقة صفقة تقع في الوطا ربنا بيعلم به وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض جوا تلقى حبة في المحيطات في قاعة المحيط حبة صغيرون زول بيقدر يصليها ما فيه ربنا يعلم به ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين عند الله عز وجل إذن الله عز وجل هو معكم أن يعلموا ما أخفيتم وما أعلنتم بعلمه تبارك وتعالى أما الأدلة التي تدل على أن الله عز وجل في العلو بذاته فلا تحصى ولا تعد ما بتحصى أصلا ومنها هذه الأدلة التي ذكرناها أي آية في القرآن تتكلم عن نزول هذا القرآن تقل على علو الله عز وجل وقال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفع إليه إلى من إلى الله عز وجل يصعد يصعد من وين من تهد لي فوق إليه يصعد الكلم الطيب والعمل صالح يرفع إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي شو بعد بعد الآيات دي كلها يجي وعد يقول لك لا 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 الله ما فوق مولان وتلقاه هو ذاته لما نيجي مثلا في بيت عزة ولا غيره الفاتحة أنت يدك رافعه وين هو كتلا ما فوق عندك يدك رافع يدك وين الفاتحة أخوان الفاتحة يرفع يده فوق طيب رافعه ليمنون أنت يدك دي وكتصوه في أي مكان ما تعمل بيجاي ولا بيجاي ولا سويه بورا الفاتحة أخوان الفاتحة بورا ولا ما كده يا أخوان عشان تعرف أنه الكلام ده بالفطرة أنت من غير ما تشعر مما تذكر الله عز وجل بتلقى نفسك دي طال على وين طال على وين من غير ما تحز وفي السجود بيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى فالله عز وجل موصوف بصفة العلو وهو مستوين على عرشه استواء يليق بجلاله وبعظمته ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير ربنا قال الرحمن على العرش استواء ربنا قال ثم استواء على العرش في آيات كثيرة جدا في القرآن والاستواء معلوم كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله الاستواء معلوم معلوم من وين من الكتاب من القرآن ربنا كلمنا إنه مستوي على العرش الاستواء معلوم والكيف غير معقول هل بنعرف مستوي كيف في ذول بعرف أبدا لا بشر لا ملك لا جن لا يعلم كيفية استواء الله تبارك وتعالى كيفية الحقيقية لأن الله عز وجل لا يحيط به خلق من مخلوقاته عشان كذا الإمام مالك قالوا الكيف غير معقول ما معقول ما يتصور بالعقل والإيمان به واجب أي الإيمان بأن الله تعالى مستوين على العرش ده الإيمان به شنو واجب والسؤال عنه بيدعاء أي السؤال عن كيف استواء مش السؤال عن الرحمن على العرش استواء لا السؤال عنه أي عن كيف استواء لأنه سائل أصلا لما سأل الإيمان مالك قال له الرحمن على العرش استواء كيف استواء ده كان السؤال شاكذا الإيمان مالك قال والسؤال عنه بيدعاء لأنه صحابة وهم أعلم هذه الأمة بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوا ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرحمن على العرش استوى كيف استوى ما سألوا سؤال زيدي شكد السؤال عنه بدعة ثم قال للرجل وما أراك إلا مبتدعا فأمر به الإمام مالك فأخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم طلعوا برطوال ودفعوا دليل إنه مبتدع ما يقعد في مساجد المسلمين زول صاحب بدعة ما يجلس في مساجد المسلمين يخرج طواله طلع برع كما قال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إذا كان آكل البصل والثوم يخرج من المسجد لأن فيه ضرر على المسلمين وضرره ضرر حسي فما بالك بالمبتدع الذي يضر القلوب يا أخوانا امتبحتوا للاستدلال ده زول لك البصل ثوم ده ما يجي الجامع يصلي في بيته زي ما الكلام ده بيناه قبل كده ليه لأنه يضر المسلمين بالرائحة طيب إذا كان ده يضر بالرائحة وذي ده طرر حسي ما بالك بمبتدع يخرب قلوب المسلمين ويخرب دين المسلمين هذا من باب أولى إنه ما يجي الجامع ولو جاء يطرد مبتدع يطرد من الجامع ينشر عقائد شركية وعقائد مبتدعة قل لك لا 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 مثلا يقول لك والله الأولياء والصالحين ده ينفعه وبضره ودي الجاه عند الله عظيم زي ده ما يقعد في الجامع إطلاقا وده الدليل ذكرناه من السنة ومن قول الإمام مالك ما من عندنا من السنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول الإمام مالك عليه رحمة الله وكذلك من الأدلة على هذا الأمر الموضوع ده لازم يا أخوانا الناس تتمكن في هذا الأمر لأنه والله البلد دي إلا من رحم الله البلد دي ضايع في العقيدة والله إلا من رحم الله تبارك وتعالى الناس ما بيعرفوا ليه ومليه لا يعرفون الله عز وجل ما بيعرفوا الله عز وجل ويدعوا أنهم عارفين بالله تبارك وتعالى وذلك أضر الخلق على المجتمع على المجتمع لأنه الآن الذين ينشرون هذه العقايد عقايد الأشاعر موجودين باسم التصوف وباسم غيره ينشرون عقايد الأشاعر والإمام الأشعري تبرأ منهم يا أخوانا زولي تبرأ النازل جابوا الشغل دي من وين جابوا من الإمام الأشعري أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله في فترة من الفترات كان بيعتقد هذه العقايد إنه الله ما في السماء وينكر بعض الصفات التي ثبتت بالقرآن والسنة والإجماع قاموا جماعة دي مسكوا فيهم جماعة طبعا جاهزين يمسكوا لك في أي راجع بس مما يظهر واحد يمسكوا فيهم مسكوا فيه الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله قامت راجع قال أنا الكلام ده كله خليت أطلع كتاب سمعه الإبانة الآن موجود في المكتبات ذكر التراجع بتاعه كله قال كل العقايدة الكتب أعتقد أنا التي لم تثبت عن الصحابة ولا بالقرآن ولا بالسنة قال أنا أتبرأ منها وأرجع إلى قولي أهل السنة والجماعة وجاب على ذلك الأدلة التي ذكرناها وغيرها مش خلت شغلانا الجماعة برضو ما أسكين فيه قل لك نعنا أشاعرة يا أخو سيدة خلها يعني إذا جاءهم القيامة قال لك أنا شغل ده أنا خليته تقول الله أنت خليته لكن إحنا ما بنخله نعم أسكين إخوانا أليس هذا من الضلال نساء الله العافية شاكدا تعمل عسابكم من هذه العقايد موجودة في المجتمع بكثرة جدا موجودة في المجتمع ومن الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث كل الناس يعرفوا حتى تشوفها السغار تلقاه حتى مكتوف الحافلات وحديث صحيح يقول لك ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح واحد بيحكي لي قال لي مرة الإمام بتاع منبر فوق في المنبر لفه ودور في الموضوع ده وإنه الله في كل مكان والبيقول الله في السماء ده كافر وا 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 تكلم في الموضوع ده كثير بعدين يصلى بيوم الجمعة بعد الصلاة جا واحد مسكين بيسأل لله يا أخوان مولانا شال الموكروفون قال ليهم يا أخوان نساعده هذا الرجل يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قال ليهم طيب انت كابو شاف المنبر كنت بتقول في شنو لكن عشان تشوف شغل ملخبة شغل ملخبة وصعد المنابر كثير من الخلق الله عز وجل ما مؤهلين أصلا الواحد ما موهل بيطلعوا المنبر بيسماحة عمته ولا سماحة شاله إلا من رحم الله ولا شان بيجيبوه التلفزيون قل لك هو ده بيجيبوه التلفزيون يا مولانا طلع طلع وهو ما موهل أصلا عقيدة فاشل في العقيدة أو شيء وما ممكن زول فشل في العقيدة وهذا أساس الإسلام يطلع منبر الحمد للأسف الشديد منابر كثيرة من منابر المسلمين يترأسها أهل البدع وأهل الشرك والعياذ بالله فكذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في تفسير الآيات من سورة الأحزاب من قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها إلى آخر الآيات السيدة زينب بن تجحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم الآيات نزلت فيها لأنها كانت زوجة زيد ابن حارثة فعد ذا اكتلقها وزوج النبي عليه الصلاة والسلام الله قال فلما قضى زيد منها وطرا منها يعني من زينب بن تجحش وذا فيه شرف لأنه ربنا ذكر في القرآن زوجناكها أي زوجها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري في صحيح البخاري كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كحال الضرات الضرات أصلا بيتفاخر على بعضه فالسيدة عائشة كانت تفاخر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها قالت زينب زوجكن أهاليكن إنتوا كن لكم أعقد لكم منه أهلكم الأولي أبتعنكم أبوك وكذا وزوجني الله من فوق سبع سماوات لأن الله قال زوجناكها الزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم منه الله تبارك وتعالى هذه كمان كيف السيدة زينب قالت زوجنا الله من وين من فوق سبع سماوات هذه كمان بكفرها أم المؤمنين قالت الله فوق سبع سماوات هذه كمان بكفرها وده في البخاري ما فيه أي اتنين ثلاثة حديث في البخاري في صحيح البخاري والأدلة كثيرة الله قال أأمنتم من في السماء يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أمن الذي في السماء الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء يعني الله تبارك وتعالى والأدلة في ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى طيب فذي كلها في قول الله عز وجل تنزيل من رب العالمين ثم قال الله عز وجل أفبهذا الحديث أنتم مدهنون مدهنون أي مكذبون أفبهذا الحديث بهذا القرآن وبهذه الآيات أنتم مدهنون والكلام ده موجه للمشركين الأوائل ولجميع المشركين إلى قيام الساعة كيف تكذبوا بعد هذه الآيات كلها أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال العلماء تجعلون رزقكم أي شكركم رزقكم أي شكركم قالوا لأن العرب كانت تقول ما رزق فلان يعني ما شكر فلان دي في لغة العرب يقولوا ما رزق فلان يعني شنو يعني ما شكر فلان تجعلون رزقكم يعني تجعلون شكركم وتجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون يعني هل ديهو الشكر بتاكم كيف تشكرون الله عز وجل بالتكذيب هل الله عز وجل يشكر بالتكذيب لا يشكر بالتصديق ويشكر بالعمل ويشكر باللسان الله عز وجل بالتصديق بالقلب يشكر بالعمل يشكر باللسان يشكر كما كان رسول الله يفعل شكذ ربنا عاتب وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم يعني الروح فلولا أي هل لا إذا بلغت هذه الروح الحلقوم لأن الروح يا أخوانا لما تطلع بتجي من تحت بتطلع بتمشي فوق بتجي طالع بفوق بدليل هذه الآية وبدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغرب يغرغر لأن الروح لما انتصل الحلقوم بعد ذا الإنسان ما له يغرغر لأنه خلاص بعد شوية النفس بتكون ما فيه شتان انقطع شكذا الإنسان يغرغر لو حضرت شخص من الناس وهو يموت بتشوف الكلام ده بعينك تلقاه يقرغر تصدر أصوات من حلقه لأنه خلاص بعد ذا الروح بلغت الحلقوم بعد ذا بتطلع خلاص فَلَوْ لَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ لَا إِثَا عَا كَارْقَ لَا إِذَا تَعَمْوْ مُتْوَ حتى إذا جاءهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون الملائكة تحضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني للملائكة لأنه لو قاعد حوالين الميت جالس جم الميت ما ترى الملائكة لا بتشوف ملك الموت ولا بتشوف الملائكة المعاه لأنه يأتي ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وتأتي معه ملائكة بدليل الآية التي ذكرناها من سورة الأنعام توفته رسلنا ملائكة كتار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء في مسلد الإمام محمد قال فيجلسون منه مد البصر الملائكة تجي وتقعد مد البصر أسافات بعيدة والناس الحضور حوالين الميت ما في زول يرى الملائكة أصلا لأنه كده ربنا قال وأنتم ولا تبصرون يعني ما بتشوف الملائكة ثم قال فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين غير مدينين قال العلماء أي غير محاسبين يعني معنى الآية إذا أنتم تظنوا أنكم لن تحاسبوا وأن الله عز وجل لا يقدر على حسابكم فهل لا أرجعتم هذه الروح تقدر ترجعوها فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين بترجع يا أخوانا هل في الروح بترجع؟ إذا ما رقت بترجع ثاني ما بترجع إطلاقا نهاي طلعت ثاني خلاص ليوم القيامة إلى أن ينفخ في الصور النفخة الثانية بعد ذلك الأرواح أو لما يعني يسأل في قبري الروح ترجع بعد ذلك ثاني بتطلع ثم تأتي يوم القيامة عند البعث عند البعث لكن غير كذا ثاني هذه الروح لا ترجع لكن تعيشوا في الغوم الكتب بتاعت القوم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع والله يضيعوا البلد يضيعوا غيره والله في كتاب زهير الرياض تعليف عبد المحمود نور الدين دا المؤلف ما ذكرناه ساي هو الألف الكتاب والكتاب قاعد موجود في المكتبات وموجود عندنا في هذا الكتاب يذكروا أن الشيخ يعني أحمد الطيب بن البشير قال كان جالس عند رجل فجاء ملك الموت لقبض روحه تخيلوا معي أخوانا القصة دي تخيلوها دي الناس بيدعوا الإسلام الزولة قال قاعد عند الميد وجاء الملك ملك الموت دارك بضروحه قال فقال له أحمد الطيب بن البشير للملك قال لن تقبض روحه ما دمت أنا هنا أنا قاعد هنا يا إسرائيل الزولة ما بتهبشوا إطلاقاً ارجع إلى ربك وأخبره أن أحمد الطيب بن البشير منع هذا هذا الرجل من الموت قال طوالي والله الكتاب دائره طوالي بجيبه لك ما فيه اثنين ثلاثة والله قال ما لك الموت طوالي عمل خلف دور رجع طوالي فصعد إلى الله عز وجل قال فقال لله أن عبدك أحمد الطيب بن البشير قال إن الزولة ما يكبض روحه قال فأرسله الله عز وجل وقال له أخبر عبدي أن هذا الرجل قد حان أجله بالله شو المسخرة دي بالله قال جراجع تاني ملك الموت جراجع تاني قال فقال للشيخ يا شيخ إن هذا الرجل قد جاء أجله قال فقال له الشيخ ارجع إلى ربك وأخبره أن الأمر قد نسخ قل لزولة ما بيموت ذاته مرة واحدة مش وانا قاعد نسخناه مرة واحدة أرجع قل له كين قال فرجع هذا فرجع ملك الموت فعاش ذارك عام الكلام ده موجود في الكتب دي بتاعة القوم شان يوريك إنه الشيخ ده ممكن يعمل إيش ممكن يرجع ملك الموت ممكن الروح يرجعه يجيبه في كتاب قبس من نور تعليف محمد عثمان عبد البرهاني هو المؤلف في كتاب قبس من نور موجود الكتاب عندنا ده ذكر إنه مشى اللي قال الملائكة قال طالعين بالروح طالعين بها روح واحد من المريدين ما رقين بها قال قبضة رجع أجابه منه سبحان الله روح يرجعها ديل لكن سأل الله حتى تعرف ضلال هؤلاء الناس اكتبوا الكلام ده في الكتب وينشروا في الأسواق شان يوريك إنه شيخ ده ممكن يسوي أي شيء أي حاجة يعمله يرجع الملائكة يتكلم مع الملائكة يطرد الملائكة يرجع ملك الموت يرجع الروح يسوي أي حاجة ممكن دار يسويه وهذا كله من الكفر والضلال والعياذ بالله ده كفر يخرج من الملة مرة واحدة طيب فربنا قال والآية ديرت عليهم ترجعونها إن كنتم صادقين لو بجت بتقدروا رجعوها وكله كذب كله كذب كذب وافتراع على الله تبارك وتعالى وعلى دين النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الله عز وجل ختاما لهذه الآيات فأما إن كان أي هذا الميد الميد ده فأما إن كان وما في ذول أخواننا بيخلوا من هذه الحالات أي ميد ما بيخلوا من هذه الحالات فأما إن كان من المقربين أذكرناهم في أول سورة الواقعة وشرحناهم وذكرنا أحوال لو كان من ديل ربنا قال فروح وريحان وجنة نعيم الروح والريحان قالوا هي الرائحة الطيبة والاستراحة راحة البدن وراحة البال والرائحة الطيبة والنعيم كل هذه المعاني تدخل في هذه الآية فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وذلك بردو تكلمنا عنه ذلك الدرجة تحت المقربين طواله فسلام لك من أصحاب اليمين قال العلماء أي أن هؤلاء مسلمون في الدنيا ومسلمون في القبر ومسلمون يوم القيامة من كل سوء من كل سوء مسلمين فقال وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين ديل الصنف الثالث فنزل من حميم النزل هي الضيافة ضيافة يوم القيامة في الحميم جوا فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا المشار إليه الكلام الفادة كله هذا حق يقين واقع لا محالة لأنه قال به الله تبارك وتعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم يعني طالما عرفت أن هذا هو الحق المبين أو حق اليقين فسبح أي نزه الله عز وجل من كل نقص لا يليق بالله تبارك وتعالى لأنه عظيم تبارك وتعالى عظيم في ذاته في صفاته في أسمائه تبارك وتعالى لذلك ختم الآيات بقولي فسبح باسم ربك العظيم بذلك نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة سورة الواقعة فإن مد الله تبارك وتعالى في الآجال لنا وقفات مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله